الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعزائي الطالبات هذه مراجعة سريعة للمحاضرة الثالثة حتى تلحقون تقروها قبل أن تأتي الامتحانات وضغط الامتحانات وتقفون على بعض الأشياء المهمة في هذه المحاضرة ومثل ما قلت في المحاضرة السابقة أن هناك عدة استفسارات وعدة أسئلة كثيرة أجد نفسي عاجزا أو مو عاجزا يعني كثرة الأسئلة وعدد الطلاب كبير فلذلك أشوف نفسي أنه أغطي الأسئلة الأجوبة لأن ماكو مجال ماكو وقت فهذا الفيديو رح أنزله حتى عين اللي عنده أسئلة رح يلاقي إجابتها واللي ما وصلت الفكرة ممكن أن يستفسر ويسأل وانا حاضر ونبدأ بهذه المحاضرة أنه السوبر كلاس تترابودة اللي هي فوق صنف رباعية الأقدام اللي هي لها أربعة أقدام اللي هي تقسم إلى الكلاس صنف الأنفيبية وربتالية صنف الزواحف والإيفاس وصنف الثديات الممالية هاي أربعة أصناف موجودة تعرفوها بالنسبة لصنف البرمائيات طبعا بالنسبة للخصائص والصفات اللي موجودة عدنا حوالي عشر عشرين إحنا مبسطة تحفظها وإنما فهمها فقط نفهمها حاليا لأن راح نأخذ الأجهزة كلية وصفات بالتدريج وراح نعرف شنو صفات الجهاز الهضمي الجهاز العضلي الجهاز الهيكلي يعني فعني مو شرطا تحفظها حاليا وإنما تفهمها بشكل مختصر بالنسبة لصنف البرمائيات عدنا تصنف أنواعها إلى كلاس الأنفيبية سب كلاس لس أمفيبية هي المرمائيات الملساء عدنا أول رتبة هي رتبة السيسليان اللي هي اللا قدميات الأبودة ضروري تعرف أنها تعريفة أنه برمائيات عديمة الأرجل تشبه الديدان الأرض كبيرة الحجم ويعني تتعرف على صفاتها والمثال عليها هو سيسليان رتبة الذينيات يوروديليا أو الكوداتا طبعا تحتفظ هذه بالذيل حتى في الطور البالغ ولديها الخياشة تكون خارجية مثال عليها السلمندر سلمندر هذا يعني يكون أحد الأجناس الموجودة في هذه الرتبة مهم تعرفه بالنسبة لرتبة العديمة الذنب أو القافزات الأنورية منها الضبادع وصفاتها الموجودة عدنا بعضها تعيش في المياه المالحة المثال عليها عدنا تحت رتبة الضبادع اللا لسانية الكلوزة سب أوردر مثال عليها الضبادع اسمه زينوباس وتحت رتبة الضبادع اللسانية اللي تحتوي على اللسان مثال عليها شنو الضبادع الفروغ والتودس شفنا اللسان الموجودة بالعمل من تحته على اللسان متصل في مقدمة الفك فهي اسمها لسانيات اللي رتبة اللا لسانيات عدنا ننتهي زينوباس تعرف هذي شنو هالا المميزات أريدك تعرف شغلة مهمة هو أنه الأسماك والبرمائيات والزواحف تعد من ذوات الدم الحار العفو الدم البارد اللي هي كولد بلدر أي البايوكليثيرميك اللي هي متغيرة الحرارة اللي احنا كلاباء نكون ثابتة درجة الحرارة اللي هي احنا وورم أبلودر ثابتة درجة الحرارة هو موثيرميك لا نتأثر بالوسط الخارجي لكن هذول الأسماك والبرمائيات والزواحف الحرارة أجسامها تتغير تبعا لحرارة الوسط المحيط يعني نخلي ضفدع بعشرة درجة مياوية تتأقلم خليه بعشرين تتأقلم لكن هي أكو حدود لكل كان حدود معينة ما نقدر يعني مو نخليها بدرجة الغليان ولا تتحمل لا أكو حدود معينة ممكن تتحملها تتأقلم بيها لمتد أكو حدود يعني أبر ولور عليا ودنيا المصطلح الآخر طبعا الطيور واللبائن هي تكون ثابت درجة الحرارة عده منظمات عده عرق عده ثابتة درجة الحرارة 37 درجة مئوية إذا زادت يجب أن الإنسان يكون أن يغير يفتح مكيف يقدر يحط كمادات إلى جسمه عنده منظمات المصطلح المهم الذي نعرفه الذي تعرفه هو الأمونوتا اللي هي الزواحف في الطيور والثديات جميعها تطلق عليها باسم الرهليات أو السلويات ليش؟ لأن أجنتها سواء نمت داخل المسلك التناسل أو خارجه فإن بيئتها ليست دائما ملائما للنمو وعلى الأجنة أن تجد لها تكيفات معينة بأن تحيط نفسها بعدد من الأخشية كوسيلة للحماية والتغذية والتنفس والإخراج وهذه الأخشية عندنا الرهل الأمونيوم والمصلي السيريوس والكيس الموحل والكسالك والألانتاس اللي هو اللقانق بضافة إلى وجود قشرة في بعض الرهليات التي تتعيش في اليابس يعني الكائنات التي تعيش داخل المسلك الأنثى ومثل الإنسان هناك أغلفة تحيط بيها أول غلاف يسمون الرهل أو السلي فيسموها السلويات أما فنقول بما أنه الغشاء الرهل هو أول غشاء يحيط ويجاور جسم الجنين لذلك سميت الزواحف والطيور والثديات بالرهليات أو السلويات أما أجنة الأسماك والبرمائيات فما يحتاج إلى هذه الأخشية نظرا لأنها تتغذى على كمية المح الموجود في بيوضها ولأنها تنمو في محيط مائي لذلك تدعى باللارهليات أني موتا أني موتا هاي المصطلحين مهمة نجيك أتعرف ما الفرق بين اللاسلويات واللاسلويات فرق بين الباكلو ثيرميك ثابتة الحرارة وثابت الدرجة الحرارة أو عرف يعني شوء ما تيجي تيجي نجي على صنف الربتاليا اللي هي الزواحف أدنا أهم نقطة بيها اللي هي سابوكلاس الأنبسيديا طبعا تشمل لنا السلاحف البرية والبحرية و رتبة السلاحف هي تشيلونية اللي هي تشمل لنا السلاحف البحرية الحقيقية وأهم شي تعرف هذا الاسم ماهل السلحفات الخضراء تشيلوني ميدياس كثير سئلوني على اسم السلاحف دائما يسئلوني شنو اسم السلحفات فأها حتى عين أطيتكم اسم السلحفات السلحفات الخضراء وعند السلاحف البرية تنتمي لعائلة تستيو ديني اللي هي أشارة السلاحف اليونانية هاي الاسمين مهمة سلاحف الحقيقة البحرية والبرية الباء عندنا سب كلاس ليبيدوسوريا ليبيدوسوريا اللي هي الحرشفية الحرشفية تشمل رتبة الحرشفيات سكوامات الحرشفية سب أوردر اللي هي سوريا مثال عليها كاميليو كاميليا و المايوسبية اللي هي المسليمون الحربها الجنسين تعرفها لازم التحت الرتبة الأخرى اللي تعود إلى لبيدوسوريا اللي هو سب أوردر أوفيديا اللي هي الأفاعي لدينا الأفعى الرغطاء الكوبرا والأوردر الأخرى لدينا رانكو سيفاليا اللي هي المثال عليها سفنديوم حيوان هذا نادر ويعيش في نيوزلندا ويطلق عليه بالتاتو تواتارا ولا يوجد إلا في الاسترالية موجود هذا ويشبه في تركيبه بعض الزواحف المقرضة ويعيش في الجحور بين الصخور ويشبه السحالي النقطة الأخرى السابو كلاس اللي هي الأرك الأركو يعني قديم عضايا قديمة مثال عليها عدنا التماسيح رتبة التماسيح كروكوديليا وعدنا كروكوديلياس أمريكانا هذا اسم الجنس فإذن عدنا صنف الزواحف عدنا سابو كلاس الأنب سيديا عديمة القوس وعدنا لبيدوسوريا وعدنا الاركو سوريا البقية اللي قلناها المنقرضة ما لكم شغلة بيعوفوها من نريد المنقرضة هان ثلاثة وجزاكم الله خيرا العديمة القوس عندنا شنو الرتبة مالتها هي السلاحف عندنا سلاحف بحرية وسلاحف برية تعرف مثال عليه العضايا الحرشفية عندنا رتبتين عفو رتبة رتبة الحرشفيات السكوامات عندنا بيها ساب أوردر ساب أوردر اللي هو سوريا والأوفيدي الأفاعي والعضايا العضايا عندنا الحرباء ومسليمان والأفاعي هي الأفاعي الكوبرا مشهورة مثال واحد أما العضايا القديمة فمثال عليها التماسيح التماسيح من الأقدم أقدم الكائنات الحية اللي بقت من قرضت لحد هذه اللحظة فيسموها الاركو الاركو السورية اللي هي القديمة فقط هاي الأجناس وهاي الساب كلاس الموجودة المطلوب بعدكم هاي التماسيح وهاي عندنا السفين ديوم هنا سلحفات صحراوية يسموها هاي بعض الانواع الأفاعي يعني تعرفون شكلها الطيور الطيور احنا اللي ريد بالطيور انتم تعرفون الطيور وتعرفون شكل الطيور وتحتوي عن ريش وماريش والطير وكذا وبعضها الطير وبعضها ما الطير هاي النشيد النشيد هذا احنا ما نشغله بي احنا ريد تعرف لماذا او ما هي التكيفات اللي تساعدت الطيور على الطيران اكو شغلات تساعدت الطيور على الطيران انا طيتكم بالملزمة العملي هواية امور يعني تكيفات اذا واحد رح يقراها شون المجلة ممكن هو او هو بين احنا اكثر من مرة حتشيناها بالمختبر حتشيناها بالنظري بس ريد نأكد حتى عين اعرفكم تدون اي اي المهمة واي اللي مطلوبة اه وجود الحوصلة كجزء من غذائها شفنا الحوصلة اليوم بالتشريح وجود الاكياس الهوائية الموجودة بالرئتين حتى تبرد وزيد كفاة الجهاز التنفسي عندنا جهاز دوري احنا قلنا الطيور هي متطورة مثل الانسان القلب ما لا يحتوي على عدينين وبطينين جهاز دوري مفتوح مغلق فهنا الجهاز الدوري طبعا نجهزها بالطاقة بالاكسجين الاكسجين هو اساس للطاقة لانه سوينا اي تي بي بالميتوكندرية تنفس الهوائي او تنفس الخلوي حدة الابصار تكون قوية اختزال بعض الاعضاء مثل عدم موجود الاسنان لا تنترك مثانة بولية الانثى تكتفي بمبيض واحد فقط من صفات انه تحتوي على مقار عظمي وجود اربع حجرات كذا ومبيض واحد فاذا انت تركز على التكيف كل شي يخفف وزنها هو تكيف للطايران لا توجد مثانة بولية العظام مجوف الريش ممكن نقول الجهاز دوران متطور هناك اكياس هوائية هناك ريش فوزنها خفيف الطيور فهي مهمة تعرفها فقط تصنيفها عندنا الطيور القديمة الارليست ديرد او سموها الاركي الارينثس سبكلاس طيور قديمة وطيور الحديثة الارينثس سبكلاس الطيور المقارضة هاي مقارضة الاركيو تريقاس تريقاس اللي هو الاركيوب تريقاس اللي هو او الاركورينس هدولا هوا من الطيور المقارضة طبعا اللي لها بعض صفات الزواحف فحجمها يشبه حجم الغراب عظامها غير مجوفة قد تكون لا تستطيع الطيران لأن ليش ما تستطيع الطيران لأن عظامها غير مجوفة فهذا ضروري أن تعرف هذا كتعريف مثلا من ضمن الطيور المنقارضة او طيور القديمة يسموها الطيور الحديثة عندنا رتبتين البيلو البيلو غناثاي اللي هي الطيور قديمة الفكوك مثل النعامة الأستريتش والكيوي غالبية لها أجناح صغيرة هلقضة على الطيران نرجع مزولة بعض تعرفون النعامة شون رجلة قوية والقص وتتميز بعدها موجود القص وتكون سريعة وخفة حركة وهنا رتبت الطيور غناثية طبعا طيور الحماميات والسقريات والدجاج ومثال عليها البنجوين اللي هو البطريق هذا مهم إذن تعرف الأستريتش والكيوي والبنجوين تعود إلى الطيور الحديث بس خلاص البقية المنقرضة غير مطلوبة هذا هذا يشبه الغراب ويحتوي ويحتوي طويل وإعظامه غير مجوفة يعني منقرضة طبعا صنف الثديات اللي هو الممالية اللي هي أهم صفة بوجود اللباء هو وجود الشعر إضافة إلى وجود شنو وجود الغدد اللبنية الحليب فوجود اللبن ووجود الشعر حتى لو في مناطق معينة تجعلنا أن نقول أنه هذا يصنف من ضمن اللباء وعندنا مثل الخفاش الدولفين الحيتان الثديات مائية موجودة فهذه تعتبر من اللباء تصنف اللباء تصنف إلى صنف الثديات الأولية يعني تكون بدائية يسمى بروتو ثيريا أو يسموها مونوترمات لحادية المسلك لها مسلك واحد إخراجي وهضمي وتناسلي من صفات أنها تضع البيض ولا تلد وتحضن البيض حتى يفقص وليس الأم أذاء واضحة وإنما صغار تلعقه من فتحات أو ثقوف في جسمها فجماجمها تشبه جماجم الطيور لها صفات الطيور طبعا ولكن وجود الأذاء وبعض الصفات الأخرى خلتها من ضمن اللباء فالمهم أنه أنت تعرف أنه المونوترمات هي وحية المسلك له مصطلح مونوترمات والبروتوتيريا والبروتوتيريا خاف يجب أن يأتي مونوترمات تعريف بروتوتيريا يعني يجب أن تعرف واسم مقار البط هو الأورينثيو الأورينثيو الأورينثير أو رينكاس اللي هو اللي يعيش في أستراليا وأكل النم المغيدة بس هذا اللبان البعدية اللي هي الميتاثيريا أو سموها المارسوبيلية اللي هي الكيسية هذه قنة الصغار تولد صغار في مرحلة جنينية مبكرة وتخليهم في كيس في بطنها أو جراب يسموه مارسوبيليوم وتقوم الصغار بالرضاعة من غدد الثدي الموجودة حتى يكتمل هذا مثل عندنا الكوالا عندنا الكنغر فهي يسموها البعدية أو يسموها الكيسية تحتوي على جراب أو كيس تدييات الأخرى اللي هي شاسمها الحقيقية يوثيرية أو يسموها المشيمية بلاسنتل هاي الحيوانات ولودة مثل الإنسان طبعا والقرود والأسود وغيرها تكون تولد وهناك عندك الأولاد في يعني موجودين داخل الرحم وهناك أغشية وترتبط بالأم عن طريق المشيمة المشيمة هي التي تغذي الطفل لذلك يسموها بالمشيميات وأهم الرتب الموجودة عندنا رتبة الخفافيشيات خفاشيات العفو ورتبة اللواحم رتبة القوارض ورتبة الرئيسيات من ضمنها الإنسان هاي اللي أريدكم تعرفوها فقط هنا هذا المنقار البط هذا منقار البط شوف شاهد الجهالة هاي يشبه البط من المنقار و يعني تحتوي على ثقوب يجيب أطفاله تفقص البيضة يشير أطفاله تلعق من الحليب الموجود بفتحات اللي بالصدر ينزل منها حليب وتلعق الصغار رداكو يسموها بالمقار البط والأخرى الشغلات الأخرى مجرد تعرفوها مجرد تعرف اسمه وتعرف من أي صنف أو أي يعود إلى شنو البروتو ثيريا نيجي على تصنيف التصنيف اللي أنتو دايخين بي و دائما تسألون عنه شون نصنف و شنو نصنف فعندك مثلا أول شي تقول شون هذا مكتوب اللي هي volume أو kingdom animal حيوانية volume cordata group vertebrate sub volume gnatostomata super class تترابودة يعني صنف رباعية الأقدام class مثلا أمفيبيا sub class less أمفيبيا رتبة رتبة البرمائيات اللي أبودة مثال عليها سيسيليان مثلا هذا مثال عليه مثلا الأمفيبيا مثال سب كلاسلس أمفيبيا مثال عليها كوداتا أوردليا اللي هي سلمندر فهذا التصنيف الكليشي الأولية كندم أنيمال vertebrate من هذا استعمال تترابودة أمفيبيا كليشي تحفظها بالبرمائيات وحتى الأمفيبيا هم كليش سيصير بس عندك الأبودة و كوداتا تحفظ سيليانسيوم سيليسيليان والسلامندر همينا نفس الشي الأمفيبيا هنانا عندك الكليشي كصاب كندم أنيمال كناثستومات فرتبريت تترابودة الأمفيبيا الأمفيبيا شعندك هنا الأنورية الأنورية يسموها واللي هي قلنا رتبة عديمة الذنب والغافزار سب أوردر فرنقلوزة اللي هي تحت رتبة الضفادع اللسانية اللي هي البوفو فيردس هذا الجنس اسم الجنس و هم الأمفيبيا بها الأنورية مثال عليها زينوباس اللي هو سب أوردر أقلوزة لا لسانية زينوباس يعني يجيك مثلا زينوباس تصنفة من السكندم أنيماليا إلى كلاس وسب كلاس وبعدين تجيك الأوردر واتجيك سب أوردر مثال مثلا أو جيب لك بوفو فيردس هذا يعيش في المياه المالح بالنسبة للربتالية اللي هي صنف الزوح مين الكليشة كيندم أنيماليا كوردات كروب فرتبريل صف كناث كلاس سوبر كلاس تترابود نيجي على كلاس ربتالية هاي كليشة انت تحفظها لجميع الأجناس اللي تعود عود الزواحف يسموها كليشة هنقول وراء الزواحف عندك سب كلاس عديمة القاوس أوردر تشيلين السلاحف السلاحف البحرية وبعدين سلحفات الخضراء وعدنا سلاحف البريع عندنا هذا الاسم سلحفات اليونانية هذا عندك جنسيا للسوائز يعني لو يجيك هذا لو سلحفات اليونانية وتصنفها مثل هاي ها بالنسبة إذن الزواحف بالنسبة للسلاحف همين الربتالية عندك السكوامرت مثل العضايا الحرشوفية همين فوليوم شعبة الحبليات غروب فرتبريت فقريات سب فوليوم كنات ستومات سوبر كلاس تترابود كلاس ربتالية هاي نشيد وطني هنان سب كلاس ليبيدو سوريا العضايا الحرشوفية أوردر سكواماتا اللي هي رتبة الحرشوفيات سب أوردر سوريا وعدنا كاميليا 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 الحرباء والمايو بيه سبيشيز يعني النوع أم سليمان هاي أم سليمان تصير مثل البريعصة تكون كبيرة يسموها حيات أم سليمان وهالحربات عرفوها تتلون حسب الظروف بالنسبة لهمين الكليشة شعبة الكوردات فرتبريت كونات استومات تترابودر بتالي وعدنا الليبيدو سوريا همينها من سب كلاس الأوردر سكواماتا الحرشوفية اللي هي سب أوردر هالأوفيديا هالأفاعي مثال عليها الكوبرا الأفعال ورغطاء إذا جبنا لك الأفعال رغطاء تكتب هذه الكليشة كلية بالنسبة للتاتور همين الكليشة الفوليوم البرتبرات غناتو استوماتا تترابودر بتالية سابوكلاس لبيدوسوريا رانكوسيفاليا رتب مالتها والاسم سيفينديوم أو تاو تارا تاو تارا بالنسبة للأتماسي همين الكليشة كيندم أنيماليا كريشة 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 تترابودر بالتالي سابوكلاس هي الأركوسوريا عضايا القديمة أوردر كروكوديلية بالتماسيح وكروكوديلية أمريكان اللي هو جسم الجنس فهذا يجيك كروكوديلية أمريكانة وتصنف من فوق لجوه تصنف من فوق لجوه مفو بالنسبة للطيور عندك مثال عليها طبعا هم نفس الكليشة كيندم أنيماليا كريشة 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 تحفظها تيجي على أي فاصل اللي هي الطيور كلاس عندنا طيور حديثة سابوكلاس نورينثس عندنا الكوي الأوردر مالتا يسموه البيليو غناثيا الفاميلي الكوية هاي ابتريدية والجنس الكوي اللي هو ابتريغاس منتيلية طبعا عندنا الكوي الشمالي والكوي الجنوبي عندنا هذا مثال الكوي لتحفظ الجنس الابتريغاس منتيلية كوي الشمال البني هذا شكل الكوي هاي انتم ممكن ما شعفين الكوي ويشبه الكوي هذا مع الكوي مناكل نحن بالفواكه يشبه تقريبا والله بالنسبة للنعامة الكليشة كندم أنيماليا كورداتا كوناث استوماتا تترابودا الإيفس طيور طيور حديث نيوريثيانس البلغوثية رتبة هكذا نجي عن نعاميات وهذا الاسم النعامة اللي هو النعامة الجميلة ستريثيو كاميلياس هاي النعامة الجميلة يجيك هذا الاسم تصنف ضروري تحفظ الاسم يعني عنطيناكم حتى عينا للسهولة هنا الطيور الأخرى عندك هم من الكليشة كورداتا فرتوك ناث سام تترابودا إفاس طيور عندك نيوروث اللي هي رتبة الطيور الحديثة عندنا البنجوين اللي هو البطريق يعني نجيب لك البنجوين من الأنمالية رجعة إلى الأوردر هي طيور الحديثة هنا أنا عندك بالنسبة للبائن رح نطيكم بعض الأجناس المهمة عندنا كيندم أنيماليا حبليات فرتبريت قنات ستموات ترابودا الصنف هاي الكليشة تيجي الصنف الممالية هم رح ستصير هذا الرتبة اللي هي شنية الرئيسيات برايمت برايمت اللي هي الرئيسيات الفاميلي هوموني هومونيدية الجنس الهوموس سابنياس اللي هو الإنسان هذا الاسم ما نجيب لك هومو سابنياس هذا الإنسان أنت الإنسان يعني تصنيفك يبدأ من الأنيماليا إلى اللبائن والرئيسيات الأوردر ضرورة تكتبها والعائلة وضرورة يعني مهم جدا هذا طبعا الإنسان نجأ على الشي اسم هذا عندك القطط هم من الكليش أنيماليا كورداتا فردفريت بناث استوماتا تترابودا ماماليا عندنا الكارنيفورا اللي هي أوردر رتبة الآكلات اللحوم بيا فاميلي اثنين العائلة عندنا الفليديا الفليية جنس القطط عندنا الفلياس تايقر تايقر نمر أو القطط يسمى فيلس دومستيكا القطط المنزلية هذول جنسين وفاميلي هذا العائلة الكلب الاسبيشيز اللي هو الكنص فاميلي يارس اللي هو جنس الكلب فتحفظ هات الجنسين وعندك الكنغر همينه الكنغر الأحمر عندنا همينه الكريشا ماتا المارسوبيليا تديوات الكيسية والجنس الكنغر اللي هو الكنغر الأحمر الماكروبس روفس وفي القدر كفاية لمن أراد الهداية هذا هو التصنيف اللي جات سلون عنه بشكل مبسط أهم شي تعرض اسم الجنس وإلما يعود لأي شعبة وأنت الشعبة كل شعبة العفو لأي صنف وكل صنف التحافظ للتصنيف ماله فبسيط يعني وأكثرية هي كليشية الأولية أنت تحفظها للكل تبقى تحفظ من الصنف والرتبة وتحت الرتبة والعائلة والاسم العلمي يعني تعرف اسم النعامة اسم الكوي اسم الإنسان اسم التمساح اسم الضفدعة اسم الأفعى اسم الحرباية هاي مهمة هاي تجيك التصنيف فهاي المطلوب فقط يعني تحفظها وإن شاء الله بسيطة وإذا عنده سؤال أو استفسار إحنا حاضرين بالنسبة حتى نختصركم الأجناس أنا اختصرت الأجناس بهذا الأجناس المهمة حتى تحفظها إذا حفظت هاي عرفت خير على خير تأخذ مية ما عرفت ما حفظت فاخذ صفرا ولا تبالي فإن الصفرا من شيء من رجالي فأي يعني بسيطة أعتقد ماكوش بيها أي صعوبة إن شاء الله بس واحد يشوي يركز ويفهم وإحنا موجودين إن شاء الله عندك أي سؤال أو شيء احنا حاضرين في أي وقت إن شاء الله نجاوبكم عنه بس أهم شيء أو شيء افهم وأقرأ يلا تسأل يعني لا تسأل بدون ما تقرأ اقرأ وشوف وين تقف وين الخلل عندك حتى نشرح لك يا مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته